أحسن الله إليك يا مولاني شكراً لك هل تذكر أسماء يمكن أن يطلق عليها نجوم في مملكة الدرويش؟ دعينا نتفق إلى أن هذه المملكة ما أحلاها وما أبهاها لأن السائر من خلالها إلى الله تبارك وتعالى رغم أن هذا اللفظ درويش قد يفهم منه نوع من المبالاة ونوع من المعقولية لكن الواقع على خلاف ذلك هذا المصطلح إنما يشير إلى صنف من الناس كان قيده كان ضابطه الكتاب والسنة علمنا مقيد بالكتاب والسنة أذكر قديماً الجيل الأول الذي تربينا على كتبه وقرأنا كتبه وأخبارهم وأحوالهم يكفيني أن أشير إلى سيد الطائفة الإمام الجنين وأبو قاسم القشير صاحب الرسالة القشيرية ثم الحارس المحاسبي